مشيل حيك في توقعات جديدة مرعبة عام دموي ووباء قاتل تسنامي يبتلع الكثير من المدن توقعات مشيل حيك للفترة المقبلة أهلا وسلام بيكم بتمنى لو أول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان نكون عائلة واحدة وأصدقاء لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش بالدعم باللايك بيتوقع مشيل حيك توقعات صادمة وصاعقة جدا للوطن العربي والعالم بيقول حيك عصة ستغير من الواقع الحالي في عصة هتغير الواقع الحالي اللي احنا بنعيشه وعصة تضرب الفساد وعصة لما عصة عصة لما عصة مرحلة مرحلة كل شيء بعد ما راح كل شيء العصة السحرية سترسم رؤية للمشوار اللبناني ولبعيد بالحاسة والتركيز وبيقول شفت بمطرح رؤية في لبنان مثل رؤية الأمير محمد بن سلمان للسعودية بيقول كمان عملية قيصرية هتولد رئيس لبناني بأول ضربة سحرية وهتولد حكومة لبنانية والدولار بكرة جاي دور الاستقرار يعني الدولار هيتحسن وفيه حاجة هتحصل زي ما تكون سحرية هتخلي رئيس جديد للبنان وحكومة جديدة والدولار هاستقر وضعه ومش هيفضل دايما كده وبيشير ان الكطاع المصرفي هيعود لرفرف والاقتصاد اللبناني هيتعافى فنادق لبنان بين نهضة وانتفاضة ابداع البنك الدولي هيغير لتفصيل حلول على مقاس لبنان مؤتمرات عادية بالنسبة للي راح بنعمل بنعمل في لبنان جهات اجنبية جهات اجنبية غريبة وعربية باغلب الكطاعات الحيوية في لبنان هتدعمها وهتحط ايدها معاها من عمق النهضة في لبنان بيكفي انك لبناني وهنشرب كاس لبنان جديد شعبه ورئيسه يعني لبنان هيتغير للافضل كل الدول العربية تدعمها ويكون في استثمارات من الدول اجنبية وعربية لدعم لبنان واقتصاد لبنان هيتعافى ويرجع زي الاول واحسن لبنان هتبقى جديدة في مطلع جديد برئيس جديد بحكومة جديدة بكل شيء جديد جديد فيها كأنها سحر السفير السعودي هيقوم بدور مهم ورسالة الرئيس نجيب مقاطف خطر وهيبقى اكبر منه البترون وشوارحها مسرح لاحداث تساؤلات كبيرة وطريقة موت احدى الشخصيات المعروفة هيكون في تساؤلات كبيرة جدا في لبنان على طريقة موت شخصية كبيرة معروفة اسرائيل بتخطط لتفجير اكثر من معلم في لبنان اسرائيل مستهدفة لبنان وبتخطط لتفجر معالم كبيرة في لبنان توسيع ركعة التجسس وتورط اسماء لبنانية معروفة ابواب السفارة الامريكية مشروعة خرق الدبلوماسية الامريكية في لبنان شريط اسود فوق شخصية لبنانية معروفة هيكون في شريط اسود شريط اسود فوق شخصية لبنانية معروفة هيكون في شريط اسود يعني فوق شخصية كبيرة في لبنان يعني فوق صورة لشخصية في لبنان هيكون فيه شريط اسود يعني وفاة شخصية كبيرة ومعروفة ومشهورة في لبنان يعني هو بلمح انها شخصية كبيرة مشهورة ومعروفة فتح نافذة بملف الموقفين بتفجير مرفة بيروت هيتفتح نافذة جديدة تانية بتلمح على المتورطين في مرفة بيروت اجواء لبنان مش هتكون سلكة امام الطيران الاسرائيلي هتتصدق يعني اجواء لبنانية وطيرات لبنانية لطيران اسرائيل لما يكتحم لبنان راغب علامة بيقول غلطة الشاطر بألف وهو سيعكسها تطورات مفاجئة بتعيد فتح ملف المعتقلين في سوريا تطورات هتحصل فجأة بتعيد فتح ملف معتقلين سوريا وزير الطاقة امام طاقة جديدة هتغير المشهد القبض على شبكة الاتجار بالبشر في لبنان هيقبضوا على شبكة في لبنان بالتاجر بالبشر شبكة يعني لاتجارة البشر في هذا العصر وهيتم القبض عليها تسجيل هدف غريب بيكون له علاقة بكرة قدم سلسلة من الاحداث غير العابرة بالصفوف العونية وحرس قديم وحرس جديد ملف النازحين السوريين هيكون بملف يرسم الانفجار أو برسم الانفجار 2023 هتكون صورة استثنائية كبيسة ونحس على السياسيين في لبنان مش هتكون حلوة معاهم هتكون سنة كبيسة ونحسية عليهم طوارئ بالصرايا الحكومي سكوت أحد الوجوه بسلوب إجرامي تحريك مدبر لمسلسل ناري ينطلق من أحد مخيمات فلسطين عباس إبراهيم لن يتقاعد رغم تقاعده رياض سلامة نجم 2023 الصرفين مستهدفون ظروف استثنائية هتفرض على البطريك الابتعاد عن مكتبه طائرة بتتعرض للبنان طائرة تتعرض للبنان الرئيس نجيب مكاتي سيأخذ عبرة من الذين سبقوه محاولات انتقامية من وزارة المالية في لبنان أحد أولاد الرئيس نبيه بري في دائرة الاهتمام أحداث في حي الشوء روانة تهز الإعلام داعش بتتحرك في شوارع لبنان داعش يكون لها قصر ويتحرك في لبنان أحد نواب حاكم مصرف لبناني يقبل التحدي الدبلوماسية اليابانية في لبنان هتكون في لبنان تتصدر الأحداث سعد الحريري صدمة بالزهاب والإياب الترسيم البحر يرسم خارج في المعادلة سنة حزينة في الإعلام اللبناني مشيل عون يمسح أكثر من سطر أسود في سجلاته مسلسل الخطف مستمر غادة عون ستحاول حتى لو بجناح واحد خارج صادم في جدار الكابيتيال كونترول الكابيتيال كونترول بدربة سحرية الاقتصاد اللبناني سيتعافى هيتعافى اقتصاد لبنان كأنها ضربة سحرية إبداع البنك الدولي سيفصل حلول للبنان بدربة سحرية جهات عربية ودولية هتدعم لبنان وزي ما قلنا هيكون فيه رئيس جديد للبنان الجيش السوري أمام امتحان عسير أكتر من مهمة تحملها أسماء الأسد تتعرض أسماء الأسماء لمخاطر على مملوك رجل على مملوك رجل الفجأة والمفاجآت عواصف غير طبيعية هتدرب ترتوس الكهرباء والمحركات يعيدون الحياة لسوريا النزحون والسوريون يعودون مواكب ردت فعل سوريا على عدوان إسرائيلية طائرات عربية زهابا وإيابا في سماء السورية التوقعات حول مصر وده اللي بيحصل دلوقتي بعد الزلزال ومساعدات كبيرة من مصر لسوريا التوقع ده فعلا حصل وفيه طائرات فعلا عمالة رايحة جاية على سوريا لتساعدها تمثال أبو الهول ده بعد توقعات مصر تمثال أبو الهول لغز وصدمة وصدمة مصر بأكتر من حداد رسمي مصر هتقابل أكتر من حداد رسمي يعني على مستوى البلد السيسة هياخد حق الرئيس حقه الرئاسي بسد النهضة السيسة هياخد حقه الرئاسي أو الرئاسي بسد النهضة بسد مصر فك لغز جديد يمتد إلى خارج مصر الكنيسة الكبتية للانتشار يوم حداد في قناة السويس يوم حداد هيكون فيه يوم حداد في قناة السويس التوقعات اللي حول الكويت الصدمة بتختار أحد أفضراد آل صباح عودة خجولة لبعض المبعدين عن السلطة المبعدين عن السلطة هيرجعوا تاني يعني فيه عودة بس بخجل لبعض المبعدين عن السلطة سكوت الكويت لن يكون طويلة الأمد سكوت وجه معروف على أرض الكويت والسعودية هيكون هناك تقدم واضح على صحة الأمير النائم الأمير النائم في الغيبوبة هيكون فيه تقدم على صحته اللي منذ سنوات نائم في الغيبوبة هيكون من نصيب الوليد بن طلال الوقوع في وعكة صحية تجعله يغير روتين حياته بالكامل هيكون هناك الكثير من الانفتاح اللي هتشهده السعودية في الفترة القادمة هيكون هناك دور للسفيرة السعودية في الولايات المتحدة السفارة السعودية كلها دور في الولايات المتحدة حيث ستترك هناك بصمتين لها كانت أهم التوقعات للبنان بالذات وبالتفصيل للبنان ولمصر والسعودية والكويت نتمنى الخير لكل الدول العربية واللبنان والتقدم للبنان ولمصر ولكل دول العالم شكرا جدا لاستماع الجميع ولمصر ولكل دور العربية المتحدة ترجمة نانسي قنقر